إلينا من هناك أحمد هل لديك أي معلومات هل هناك أي إصابات توافدت إلى مشفى الجامعة الأمريكية نعم هناك حالة سنفار كبيرة في مستشفى الجامعة الأمريكية بالعاصمة اللبنانية بيروت بداية من الأطفال الطبية التي تنفرت بكامل قوتها هنا في هذا المستشفى الجامعي الكبير والرئيسي وبالإضافة أيضا إلى قوى الأمن الداخلية التي تسرت في محيط المستشفى لتأمين العبور السلس لسيارات الإصعاف التي تنقل المصابين من فوق الاستهداف الذي جرى في عين النبع والمصطة التحذية كما علمنا استهدافين في هاتين المنطقتين حتى الآن المعلومات التي حصلنا عليها هنا من محيط المستشفى الأمريكي أو المستشفى الجامعة الأمريكية تفيد بوصول عشر إصابات على الأقل إلى مستشفى الجامعة جراء هذا الاستهداف الذي وقع قبل نحو ساعة من الآن ويتوقع أن تصل الإصابات الأخرى تباعا وبالإضافة إلى ذلك سيتم تحويل أيضا عدد من الإصابات ليس فقط إلى هذا المستشفى ولكن إلى المشافي القريبة من هذا من موقع الاستهداف أود أن نشير أيضا إلى تواجه عدد من المواطنين الذين قدموا مباشرة هنا إلى المستشفى اتجابة لنداء البرق الطبية التي طالبت المواطنين في التواجه والتبرع بمستلف أنواع القصائل من الدم تحسبا إذا ما وقعت أعداد كبيرة من المصابين في هذا الاستهداف أن تحتاج الأطفال الطبية إلى الدم لنقله إلى المصابين لذلك منذ علم المواطنون بهذا النداء تواجدوا في مقيد مستشفى الجامعة أيضا للتواجه والتبرع بالدم كما ذكرت حالة استنفار تنتشر القوى الأمنية في مقيد هذا المستشفى لفتح مسارات الدخول والخروج السلطة لسيارات الإصعاف إلى المستشفى نحن نشير فقط أحمد إلى هذا العاجل الذي يظهر على الشاشة الآن الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة للسكان في حارة تحريك بالضاحية الجنوبية لبيروت وكان مراسلون قد ذكروا بطبيعة الحال بأن الضاحية الجنوبية مخلى من سكانها بالأساس وأوامر الإخلاء التي صدرت لحارة تحريك بالضاحية الجنوبية لبيروت لم يصدر بمقابلها مثلها في الاستهدافين الذين وقعا قبل قليل قبل ساعة تقريبا من الآن في مناطق رأس النبع وأنويري بالعاصمة قلب العاصمة بيروت أحمد كنت تتحدث عن عدد الإصابات التي وصلت إلى مشفى الجامعة وأيضا عن طلبات بالتبرع بالدم تحسبا إذا كانت هناك أعداد أخرى وأيضا تحدث بأن هناك تواجد أمني مكثف في محيط الجامعة ونحن نراها على الشاشة مباشرة من خلال متبعتك للاستهدافات الماضية وبالربط مع ما ذكرته رويترز نقلا عن مصدر أمني لبناني بأن الاستهداف كان لقيادي في حزب الله هل كان ملاحظ مثلا بأن بالاستهدافات الماضية أيضا التي ثبت بأنها اغتيالات لقيادات كان هناك تواجد أمني أم لا يمكن الربط يعني التواجد الأمني لا يمكن ربطه بإغتيالات معينة لا يمكن ربط التواجد الأمني إذا كنت تقصدين التواجد الأمني لقوة الأمنة الداخلية اللبنانية أو الجيش اللبناني والتي تنتشر بشكل مكثف في شوارع وأحياء العاصمة بيروت وأيضا تنتشر في مناطق معينة في الضحية الجنوبية بهذه الاستهدافات هذا الاستهداف هو الثالث من نوعه الذي يطال بيروت العاصمة منذ بدأة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان كان هناك استهداف في منطقة الكولا وكان أيضا الاستهداف المعروف للمركز الصحي الإسلامي لكن الآن إن سمحت لي أن أنقل هذا العاجل نقلا عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة أحد عشر شهيدا وثمانية وأربعين جريحا في حصيلة أولية لاعتداءات إسرائيل على العاصمة أحد عشر شهيدا وثمانية وأربعين جريحا هي الحصيلة المبدئية للاستهداف الغارتين التي استهدفت منطقة راس النبع والبسطة التحتية وزارة الصحة أيضا أشارت إلى أنه لا حاجة لتهافت المواطنين بأعداد كبيرة إلى المستشفيات لتبرع بالدم وأن هذا من شأنه أن يربك عمل الطواقم الطبية ويضغط عليهم وقت الحاجة إلى خدمتهم لمعاونة الجرحة إذن هذا العاجل الآن يشير إلى أحد عشر شهيدا وثمانية وأربعين جريحا وهي الحصيلة المبدئية التي تنقلها الآن وزارة الصحة مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية جراء هذه الغارة هذا العدد الكبير بعد أقل من ساعة على الاستهداف وهو حصيلة أولية يشير إلى حجم الغارة وقوة الضربة الصرفية التي تم استخدامها في تنفيذ هذه الغارة وهي إجابة على سؤالك شديدة الشبه بحجم ونوعية المقذوفات أو القذائف التي استخدمت في الإغتيال التي نفذته إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله ختام الشهر الماضي وأيضا شديدة الشبه أيضا بأطوات وحجم الانفجارات التي استهدفت أو ما تقول إسرائيل إنها استهدفت فيه هاشم صفي الدين رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله في الضحية الجنوبية قبل أربعة أيام من الآن